بإذن واحد أحد نبدأ وإن شاء الله كل الخير للجميع. طيب برج الجدي. برج الجدي قبل ما ابدأ معك القراءة عايز عرفك ان القراءة بتاعتها ببير محددة بمعاد القراءة من اول ما تفتح الفيديو. طيب خلينا نحكي البعض من لقية برج الجدي في الوقت الحالي. انا شايفة ان انت اصلا موجود دلوقتي في علاقة. ممكن يكون العلاقة في حد من الاهل يعني متدخل فيها. يعني او في حد من مسلا ممكن يعني معارض من عندك انت مسلا يعني معطارد على الجواز او معطارد على الارتباط ده من عندك او من عند اهل الحبيب او الشريك في الوقت ده. طيب وضعها ايه العلاقة دي طيب عشان العلاقة دي موجودة في الوقت الحالي معاك اصلا يعني الناس اللي هي بتكلم عليها مش منتظر حد ييجي في طريقها لان هي في علاقة اصلا دلوقتي. طيب ايه دلوقتي نزوم العلاقة دي? عايز اقول لك بسم الله ومشاء الله لك قوة الا بالله الوضع يتحسن فيها الايام اللي جاية. يعني ممكن كمان ايام قليلة جاية بالنسبة لك مش كتير. يعني اسابيع مسلا ممكن نقول كده. الاسابيع اللي جاية الوضع يتحسن فيها. الحبيب او الشريك اللي معاك هيراضيك ويخليك مبسوط وكمان هيحاول يفرحك بشيء انت منتظره منه. طيب ده كلام جميل. فانت دلوقتي عايزك تكون مبسوط وسعيد علشان انت المشاكل اللي انت موجود فيها او المشاكل اللي بتعوق العلاقة دي كل ده هيزيل الفترة اللي جاية وانت هتكون مبسوط وسعيد يا برج الجدي. طيب ده كلام جميل الف مبروك للجميع. طيب خلينا نحكي على الناس اللي جاي لها ناس جديدة في الطريقة. طيب الشخص اللي جاي في طريقك شخص حلو جدا زيك يا برج الجدي. بيحكي حلو زيك. بيرتب وبينظم وكل شيء عنده مدروس زيك. شخص روحاني برضو زيك. عشان انت طبعا يعني برج الجدي روحانيات عنده عالية جدا. برضو الشخص دوت روحاني زيك. انت هتكون مبسوط وفرحاني. لان هو شبهك في كل شيء. وانت هتكون فرحان جدا 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 انك تقابلت بالشخص ده. وفيه بينكم فرحة واحتفالات على طول بالنسبة للناس اللي انا بحكي عليها دي دلوقتي. انت اصلا المفروض وانت بتسمعني كدلوقتي انك تكون مبسوط وسعيد. عشان انت بالنسبة لك عشرين عشرين سنة الحظوظ بالنسبة لك. والوفرة والخير والرزق بازن واحد احد في كل شيء. ارتباط زواج اموال. لكن انا حكيت معاك. في قراءة عشرين عشرين ان انت لازم يا برج الجدي ما يكونش عندك التشاؤم اللي بيكون موجود عند بعضكم يا برج الجدي. لازم تلغي قصة التشاؤم دي عشان تبدأ تستقبل كل الكلام الحلو ده ويكون معاك الحظ الفترة دي. او على مدار عشرين عشرين لان انت طبعا عندك كوكب الحظ السنة دي. فانت تقدر تستفاد من الحظ اللي موجود وجاي لك لحد عندك. ده الكلام المسجوط اللي انا المفروض احكيهولك. وانا كل اقراءة احكي معاك في الكلام ده عشان يكون تسكير ليك. وتتذكر ان انت عندك وقت مناسب لكل شيء. لكن ازاي انا استغل الوقت ده هنا الكلام. طيب. لبعض منكم شايفة دلوقتي. في موضوع بالنسبة لك. او في قصة. انت يا برج الجدي. مش الشخص اللي انت بتحبه او الشخص اللي انت منتظره او شيء. انت دلوقتي او شيء تاني يعني اقصد كده. انت دلوقتي في الوقت الحالي. في علاقة. ممكن العلاقة دي علاقة قديمة. اقول عليها كده علاقة من الماضي. عشان هي تمشي كده. طيب. وضعها ايه بالنسبة لك او ممكن دي علاقة جديدة وانت تقابلت بها بالصدفة برضو تمشي برضو. تمشي كده وتمشي كده. لكن لو هنا همشيها على دي علاقة من الماضي. بص. طبعا انت انا حكيت لك وانت وانت بتسمع انت تاخد بالك ايه اللي حاصل معك بالزبط. ودي فعلا لسه انت مقابل العلاقة دي بالصدفة ولا انت اصلا العلاقة دي كنت فيها ومازلت فيها لكن فيها تطلوع ونزول كتير. طيب خلينا نحكي عنها عشان انت تعرف تفاصيل اكتر. طيب بص. ممكن هنا السبب الاساسي في العلاقة اللي يعني انا مش عايزة اقول اللي هو عامل فيها بعد او ما خليك مش عارف ان انت تاخد الخطوة الكبيرة اللي تفرحك وتخليك تحتفل انت والشخص اللي انت بتحبه. ممكن هنا انا شايفة هنا ان انت يعني طبعا الكلام اللي انا هحكيه ده يا جماعة مش هيكون ماشي مع كل الناس بس هنا الموضوع اللي مصعبه عليك المسافات اللي اجتماعية بينك وبين الشخص ده يا برج الجدي. في هنا يعني في فرق. في فرق في المستوى الاجتماعي بينك وبين الشخص ده. ممكن يكون اي فرق تاني بس انا بحكي لك اللي طالع معايا. فانت بتفكر في حلول كتير. وبتفكر ازاي تواجه ان انت مسلا تقنع الناس اللي حواليك او تقنع ناسك اهلك يعني ازاي ان هما يوافقوا على الطرف اللي انت عايزه او عايز ترتبط بينه. طيب الوضع ايه طيب بالنسبة لك هنا هيمشي ازاي بص انا شايفة بازن واحد احد فيه احتفالات. الفترة اللي جاية بالنسبة لك. وشايفة ان انت الحلول اللي انت دلوقتي حاطت عليها ايدك. هتوديك لمكان كويس الفترة اللي جاية برضو. فانت ممكن تستمر على كده لو انت بتسمعني طبعا. وانت اصلا بازل مجهود فعلا. مع الاهل. وبتتكلم كتير علشان خواطر الحبيب او الشريك ده. يكون معاك. وبتحاول تقرب ايه المسافات. بين بين الحبيب ده او الشريك ده. والاهل فانت امشي على كده او استمر على كده علشان انت بتوصل لحاجة كويسة بعدين او يعني هنا فيه مسلا معاك شهرين او شيء عشان انت تقدر توصل لهدفك او توصل لتحقيق الشيء اللي انت اتسع عليه في الوقت الحالي. طبعا هنا انا عزراك انت يا برج الجد لان انت هنا بالنسبة لي انا شايفة ان انت بتدور على حلول بازل مجهود. لكن الاختلاف واضح ان هو يعني يعني يسبت اي حد في مكانه. لكن طبعا انت بسم الله ما شاء الله لك هو تقيلة بالله. مفيش حاجة بتوقفك. عندك حلول لحاجات كتير وبتعرف تفكر. فانت استمر على كده لان انا شايفة ان انت بعدين انت هتوصل للحل اللي هيسعدك او هتقدر توصل الناس اللي معاك للحلول اللي انت عايزها توصل لهم. انت. انت اللي هتعمل كده. طيب. هنا في احتفال قدام. بس مش دلوقتي عشان انا ما اقدرش اديك معاد انت عارف ازا اديتك معاد وقلت لك يوم كزا. او الاسبوع كزا. او الشهر كزا. انت عارف ان انا بازن واحد احد اقول لك المعاد على المصبوع. لكن هنا لسه في شوية وقت. شهرين كده ولا حاجة. طيب. انت بالنسبة لك طبعا لو انت قدرت قبل كده وموضوعك قدرت يعني قدرت تحل قبل كده قبل الشهرين طبعا يعني خير وبركة. طيب خلينا نحكي. بص انت هنا مشكلتك ان انت مسلا يعني يعني عندك خوات مسلا او عندك حد من عائلة واضح ان هو يعني بيتدلع عليك كتير او عارف ان ان انت ما بتقدرش تزعله. فعشان كده هو بيحكي كتير قوي. يعني بيحكي كتير. يعني مسلا اه لا دا مش الانسان دا او يعني بيحكي معاك عالشخص اللي انت عايزه. لا دا الانسان دا مش 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 تمام. دا مسلا مش عارف ايه? دا رفضين. احنا رفضين اصلا يعني عارف? لا دا مش مستوانة مسلا يعني كل الكلام دا يعني بص انا بحاول لانا اقول عشان الناس اللي دخلة تسمع لك يا برج الجدية ما تزعلش طبعا ومش نقزي مشاعر حد. فانا لازم ان يعني انت عذرني وانا بحاول اختار معاك الكلام لان طبعا الكراءة انا فتحيها دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه دا ومش محضرة لها في السابق. انا بحكي معاك بطريقة مباشرة. فهم? وخبالك علي انا اقصد ايه? يعني الكلام اللي انا بحكيه دا دلوقتي بحكيه معاك من من خلال الكراءة في الوقت الحالي. لانا مجهزة ولانا مرتبة ولا شيء انا كمان. فانت دلوقتي اول ما فتحت انا بحكي معاك دلوقتي على اللي انا فتحة عليه. فانت لازم تبقى وخبالك علي علشان انا مش بحب ازعع لحد. لان انت ناس كتير داخلها دلوقتي عشان تطمن عليك وتسمع لك. فما ينفعش ان احنا نقذي مشاعر حد. بالذات لو هنا الاختلاف في مستوى اجتماعي او مستوى آآ الثقافي. او حتى لو انتو فيه بينكو اختلاف اكبر من كده زي اختلافات الاديال مثلا. فانت هنا بالنسبالي شايفة اني فيه حلول. بس الحلول قدام وانت هتكون ممسوط. لكن انت حاول ان انت وانت يا برج الجدي حاول ان انت ما تديش ودنك للناس اللي بتأثر عليك عشان تقدر تمسك الحلول اللي انا شايفاك انت عندك اكتر من حل في ايدك في الوقت الحالي عشان توصل لهدفك او توصل للشخص اللي انت عايز يكون معاك. طيب ده كلام جميل? كراءة حلوة ممتعة يا برج الجديد? اتمنى لك كل خير اللي انا حكيته فيها اللي